بسم الله الرحمن الرحيم هداية اخترنا لكم متابعين الأعزاء أربع وصفات كلها مخصصة لبشرة الوجه ولقد اعتمدنا في هذه الوصفة على المكون الأساسي ألا وهو اللوز أو مطحون اللوز حيث تكمل الفائدة في اللوز للبشرة أنه بخصائصه العلاجية العديدة التي لا تعد ولا تحصى سواء كانت البشرة جافة أو بشرة دهنية لأن اللوز غني جدا بالبروتينات وبعض الأحماض الدهنية الغير مشبعة مثال ذلك أوميغا 9 أو أوميغا 6 اللتان تغذيان البشرة وتقاومان التجاعيد كذلك اللوز المطحون يقوم بتجديد خلايا الجل باستمرار كما يقوم أيضا والمواد الموجودة فيه بترطيب وبشكل مستمر للبشرة وبشكل عميق مما يجعلها أكثر نعومة ونظارة وتكسبها اللون الأبيض الصافي أيضا اللوز يوحد لون البشرة ويقضي على البقع الداكنة ويخفف أيضا من حساسية البشرة ويقضي على البكتيريا الموجودة في الجل وبالتالي على البثور الموجودة على الجلد فيصبح الجلد صافيا ذا بياض رائع كذلك فهو يساعد الجلد على شفاء الحروق وذلك نتيجة تعرض البشرة للشمس لذلك هنا اخترنا لكم اللوز كمكون رئيسي في وصفاتي اليوم لنباشر على بركة الله في الوصفة الأولى والتي نحتاج فيها أولا إلى الموز ولكن سنأخذ منها نصف حبة فقط ويمكنكم بطبيعة الحال أخذ الكمية كاملة لكن مع مضاعفة المقادير التي سوف أضعها في هذه الوصفة قلت نأخذ نصف حبة موز ثم نباشر بتقطيعها إلى قطع صغيرة كما تشاهدون ذلك الآن أمامكم وكما تعلمون متابعين الأعزاء فلقد وضعنا فيديو ممتاز جدا لبشرة الوجه والشعر على حد سواه وهذا باستعمال قشر الموز المطحون فلمن يريد معرفة طريقة استخدامه على الشعر وبشرة الوجه سأضع لكم الآن رابطه وسيظهر لكم الآن أعلى الفيديو على الدائرة البيضاء طيب بعد ذلك نضيف مقدار ملعقتين صغيرتين من مطحون اللوز ثم بعد ذلك نضيف إلى المكونين مقدار ربع كوب من الحليب ويمكن هنا استعمال أي نوع من الحليب المتوفر لديكم بعدها وباستعمال الآلة نقوم بمزج كل المكونات مع بعضها البعض حتى تتفاعل كليا ويمكن استعمال الشوكة في حال لم تتوفر الآلة لذلك هذه الوصفة مهمة جدا لأصحاب البشرة الجافة خاصة مع العلم أن هذه الوصفة أيضا تعزز من صحة البشرة وتقضي على الهالات السوداء خاصة لمنطقة تحت العينين كما وتمنع أيضا من ظهور الهالات وتزيل خلايا الجلد الميت والشوائب بحيث أن تراكم الخلايا الميتة على الجلد قد يؤدي إلى ظهور البشرة بلون باهت وقد يحدث ذلك نتيجة لعدة عوامل خارجية مثل التلوث أو الأوساخ أو العرق وغيرها أما عن طريقة استخدام وصفة اللوز بالموز لبشرة الوجه وهو أن يتم تطبيق هذا القناع على الوجه على أن يبقى لنصف ساعة ثم بعد ذلك يغسل الوجه بالماء البارد على أن تستعمل هذه الوصفة لمرة واحدة بالأسبوع هذا القناع كما قلت سابقا هو رائع وممتاز جدا للبشرة الجافة لذلك أنصح باستخدامه لننتقل الآن متابعين الأفاظل إلى طريقة تحضير الوصفة الثانية والتي نحتاج فيها إلى ملعقتين صغيرتين من اللوز المطحون ثم نضيف بعد ذلك ملعقتين صغيرتين أخرين من قشور البرتقال المطحون ولقد حضرنا في فيديو سابق وصفة ممتازة جدا للتخلص وعلاج الكلف والنمش وتصبغات الوجه والبقع عن طريق قشور البرتقال السحرية فلمن يريد التعرف عليها أكثر سيظهر لكم الرابط أعلى الفيديو على الدائرة البيضاء طيب بعد ذلك نضيف إلى المكونين ملعقتين طعام كبيرتين من الزبادي والزبادي بطبيعة الحال هي اللبن الرائب أو الياغورت الطبيعي غير المحطر ثم نباشر بعملية الخلط الكلي للمكونات حتى تمتزج جيدا هذا القناع متابعين الأفاضل والذي نحضره الآن هو جيد جدا للحصول على بشرة نقية ومتألقة على نحو سلس لأن القشور تعالج الرؤوس السوداء وتعالج خلايا البشرة كما وتساهم في تجديد البشرة ومعالجة حب الشباب وتطهر المسامة المسدودة وتحد من دهون الوجه أيضا هذه الوصفة مخصصة لإضاءة الوجه وزيادة توهجه وإزالة سمرة الوجه والمحافظة على البشرة صحية وشابة مع تجديد خلايا البشرة وترطيبها وتغذيتها طيب بعد الانتهاء من الخلط الجيد يطبق هذا الماسك على الوجه حتى يجف ثم بعد ذلك نقوم بفرق القناع لإزالته بلطف من على الوجه ثم بعد ذلك يغسر بالماء العادي على أن تستعمل هذه الوصفة لمرة واحدة فقط بالأسبوع هذا القناع يحفز من نشاط الدورة الدموية ويجعل البشرة متوهجة ونظرة الآن ننتقل متابعين الأفاضل وإياكم إلى طريقة تحضير الوصفة الثالثة هنا في هذه الوصفة نحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من مطحون اللوز ثم نضيف بعد ذلك ملعقة صغيرة من الكركم ثم بعدها نضيف المكون الآخر وهو بياض بيضة واحدة وبعدها نباشر بعملية الخلط الكلي للمكونات أيضا متابعين الأفاضل كنا في السابق قد حذرنا وصفة رائعة جدا نالت إعجاب الجميع لبشرة الوجه وهذا بطبيعة الحال باستخدام الكركم سأضع لكم رابط الفيديو على الدائرة البيضاء لمن يريد مشاهدة الطريقة الصحيحة لا بد من العلم متابعين الأفاضل أن اللوز للبشرة رائع وممتاز جدا فلا تفوت الفرصة نظرا لكونه يقضي على علامات الشيخوخة ويجعلها تبدو أصغر سنا وأكثر نعومة لاحتواء اللوز وخاصة زيت اللوز على فيتامين أ والأحماض الدهنية التي تمنع ظهور علامات الشيخوخة وتقلل من ظهور التجاعيد ويعد أيضا كمقشر طبيعي كما ويقو البشرة ويساعد على التخلص من الخلايا الميتة والأوساخ وإنتاج خلايا جديدة نظرة وصحية وهو بمثابة مزيل طبيعي للمكياش ويزيل علامات التمدد نظرا لاحتوائه على خصائص مرطبة ومغذية تعمل على إزالة علامات التمدد غير المرغوب فيها والموجودة على البشرة كذلك هذه الوصفة تمنح الوجه الصحة والجمال طيب بالنسبة لطريقة استخدام هذه الوصفة الممتازة وهو أن يتم تطبيق الخليط على الوجه والانتظار لنصف ساعة على الأقل ثم يخسل الوجه بالماء العادي على أن تستعمل هذه الوصفة لمرة واحدة في الأسبوع كما لا خوف هنا على الكركم ولونه على بشرة الوجه والذي يعد مزعجا للبعض لأنه سيزول بسهولة تامة ولكن هنا أنصحكم بشراء عود الكركم وتحنه في المنزل تجنبا للغش وأيضا للعلم فإن الكركم المطحون المخشوش يؤثر على البشرة وطريقة إزالته من بشرة الوجه يكون صعبا نوعا معه لذلك عليكم بشراء عود الكركم وتحنه في المنزل الآن متابعين الأعزاء ننتقل وإياكم إلى مكونات الوصفة الرابعة والأخيرة والتي سنحتاج فيها إلى ملعقتين صغيرتين من مطحون اللوز ثم نضيف بعد ذلك ملعقتين أخرين من عصير الليمون أو الحامث ثم وقبل الخلط نضيف المكون الآخر وهو ملعقة طعام صغيرة من زيت اللوز الحلو ثم بعد ذلك نباشر بعملية الخلط مع العلم متابعين الأفاضل أن اللوز يمتلك العديد من مضادات الأكسد المفيدة للبشرة فهو يساعد مضادات الأكسد المتوفرة في اللوز على رعاية البشرة وتعزيز صحتها وصفائها مع تزويد البشرة بالعناصر اللازمة على تعزيز قوة وصحة البشرة كما يفضل هنا استخدام زيت اللوز الذي يعد سريع الامتساس وأيضا هو مهم جدا لحماية البشرة من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية الضارة وكذلك هو مفيد لتزويد البشرة بالعناصر الضرورية اللازمة طيب بعد الخلط هنا نباشر بتطبيق هذه الوصفة فعن طريقة استخدامها هو أن يتم تطبيق الخليط على الوجه والانتظار لمدة نصف ساعة ثم بعدها يخسل الوجه بالماء العادي على أن تستعمل هذه الوصفة لمرة واحدة في الأسبوع إذن متابعين الأفاضل أتمنى أن تكون هذه الوصفات الأربعة قد نالت إعجابكم ورضاكم لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب لكم مني خالص التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته